معايير وأدوات لقياس حجم أداء عمل الوزارات والمؤسسات العامة في قطاعات عدة حددها الملك عبد الله الثاني أثناء ترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء يوم أمس فما هو دور الحكومة في آليات تقييم الأداء وأين تكمن أدوار الجهات الرقابية بموجب الدستور في هذا الشأن مقاربة الإجابة في التقرير التالي في رسالة استثنائية تنطوي على حزم طلب جلالة الملك عبد الله الثاني وضع معايير وأدوات لقياس حجم تنفيذ الوزارات والمؤسسات العامة لعمليات التحديث بمساراته الثلاث السياسية الاقتصادية والإدارية وذلك خلال ترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء الإعاز الملكي اقترن بتوجيهات لحكومة بشر الخصاونة بضرورة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر على الأقل يجمل سير العملية في برامج التحديث على أن يربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لتلك البرامج التوجيهات الملكية تستحضر تأكيدات السابقة على أهمية مراجعة أداء المؤسسات على قاعدة المساءلة ويعكس إلحاحا بضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات شاملة الشعب الأردني انتظر طويلا للإصلاحات لم يعد هناك مجال للترف ولم يعد هناك مجال لمضيعة الوقت وعلى الحكومة كما على جميع المؤسسات الأخرى أن تأخذ الموضوع على محمل الجد لأن الرأي العام بالأردني اليوم يرى بأن هناك عدم جدية في الإصلاح في عام 2013 أرسل ملك رؤية الإصلاحات متعددة المسارات في سلسلة أوراق نقاشية سعى من خلالها إلى حفز حوار المأسسة وهي عملية التحول الديمقراطي بهدف بناء توافق مجتمعيا وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار أول كتاب تكليف سامي لحكومة بشر الخصاون في مطلع تشرين الأول عام 2020 حمل رسالات حول ضرورة تكريس جهود الحكومية لتحقيق تعافي اقتصادي ضمن برامج بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة رد الخصاون على كتاب التكليف بتأكيد التزام حكومته بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية وبما يدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا رغم تلك التأكيدات أظهر استطلاع رأي لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 68% من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء فيما يرى 80% منهم أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي ولكي يتمكن المواطن الأردني لكي تصله قناعة بأن هناك إصلاح يجب أن يكون هناك عملية علمية منظمة بعد ذلك الاستطلاع أجرى الخصاون خامسة تعديل على حكومته رئيس الوزراء كرر مرارا أن نهج الحكومة يرتكز إلى الواقعية والصدق والصراحة والشفافية والوضوح قائلا لن نطلق الوعود جزافا ولن نتعهد إلا بما يمكننا أن نلتزم به وننفذه فعلا اشتركوا في القناة